السويد بدأ تدخل الناتو وتركيا عم تمنعها فبليش تركيا عم تمنعها؟ في مين بيقول إنه السبب إنه السويد عم تسمح بحرق المصحف وفي مين بيقول إنه تركيا بدأ السويد تسلمها المعارضين من أصل تركي وفي مين عم يحكي عن أسباب تانية مثل بيع السلاح ومصاري اللاجئين وغيره بس اليوم نحن بأكتر قررنا نفوت هالفوتة المعقدة وبكل حيادية واحترام لعقل المشاهد الواعي نحكي لكم القصة وتفاصيلها لاتكونوا رأيكم وإنتوا عرفانين كل شي عم يصير بلا مؤثيرات أو لخبطة لازم أول شي نعرف شو هو الناتو الناتو هو حلف عسكري بضم اليوم وحدوثلاثين دولة جمعوا الأمريكان بعام 1949 كتحالف مناهض للاتحاد السوفيتي والمبدأ الرئيسي المهم بسياق حديثنا عن الناتو إنه لما دولة من الحلف تتعرض لهجوم لازم بقية الأعضاء يدافعوا عنها وهذا المبدأ بحسب الحكومة والسياسيين السويديين اللي بيأيدوا الانضمام للناتو هو اللي خلاهم بدون يكونوا جزء من هالحلف وفي كتير من الشخصيات اللي عم بتأكد للحكومة السويدية إنه هذا الخيار هو الصحيح مثل رئيس الناتو نفسه يلي قال وبعالم خطير مثل اللي عايشين فيه انضمام للسويد رح يخلينا كلنا بأمان أكتر أو الباحثة الشهيرة ميلنا أولندر من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية يلي بتقول الانضمام الكامل للناتو رح يعطي للسويد ضمانة أمنية منيعة طب ممكن يختر لنا سؤال ليش تركيا قدرانة تمنع للسويد من إنه تصير بالناتو رغم إنه البرلمان والحكومة السويدية قدموا طلب قانوني للانضمام باختصار المادة عشرة من نظام الناتو بتقول الدول اللي بدت انضم للناتو لازم يتم الموافقة عليها بالإجماع من كل الأعضاء الحاليين ولأن تركيا عضو حالي بالناتو فهي بتقدر ما توافق وبالتالي تكسر الإجماع وتمنع الدولة الراغبة بالانضمام من إنه تصير عضو بالناتو طب خلينا هلأ نشوف مبررات تركيا لأخذ هذا الموقف نبدأ بمبرر منع بيع السلاح السويدي لتركيا فبعام 2019 ولأسباب سياسية ما لنا فيها أخذت للسويد قرارات بمنع بيع السلاح السويدي لتركيا ولما السويد قدمت طلب الانضمام قالت لتركيا أنا كيف بدي اسمح لدولة مانعة السلاح عني تقعد جنبي بحلف عسكري ولما المسؤولين السويديين اتناقشوا بالموضوع اعتبروا أنه الطلب التركي ابتزاز بس بحدود المنطق وممكن أنه يتنفز وهيك بآخر سنة 2022 طلعت الوكالة الحكومية السويدية المسؤولة عن تصدير السلاح قرار برفع حظر بيع السلاح لتركيا هون السويد قالت لتركيا شلنا عنكن حظر بيع السلاح رح توافقوا على انضمامنا؟ بس تركيا جاوبتون لا وكان عنده طلبات تانية من السويد طلبات هالمرة كانت متعلقة وفقاً لحكي الأتراك بالأمن القومي التركي السيرة باختصار أنه فيه تنظيم الأتراك بيعتبروه تنظيم إرهابي اسمه حزب العمال الكردستاني والأتراك عم بيقولوا أنه فيه أعضاء من هالتنظيم موجودين بالسويد ولازم للسويد تسلمهم لتركيا من حيث المبدأ السويديين موافقين على أنه حزب العمال الكردستاني إرهابي ولهيك هو تنظيم محظور بالسويد بس اللي موافقين عليه أنه الأشخاص اللي عم بتطالب فيهم تركيا هنن إرهابيين طبعاً الخلاف بين تركيا والسويد بهالنقطة له وجوه متعددة واحدة من هالوجوه بحسب السياسيين بالسويد متعلقة بأنه الأشخاص اللي عم بيطالبوا فيهم الأتراك فيه منهم بيحملوا جنسيات سويدية وحتى يلمامهم الجنسيات مشمولين بحماية القانون السويدي وقتلتأت أكتر مع النائب البرلماني السويدي روبرت حنة وهو من المؤيدين لانضمام السويد للناتو وإيجاد التسويات مع الأتراك سألنا بهذا الخصوص وقالنا الدستور والقانون فوق الجميع ومن غير المسموح تسليم مواطنين السويديين أو أي أشخاص بيحميهم القانون وانضمام السويد للناتو ما بيعني أنه صار ممنوع علينا ننطقة تركيا على انتهاكات حقوق الإنسان بالمستقبل بالحقيقة مو بس السياسيين للسويديين اللي اعتبروا من طالب تركيا مبالغ فيها في أكاديميين وأعلاميين كتير انتقدوا تركيا بهذا الخصوص منهم الباحث السويدي من أصل تركي الدكتور سليم شفي من مركز الأبحاث الأوروبي للشؤون الأمنية والدولية يلي قال التعريف التركي للإرهاب واسع وغامض ولا يمكن تقبله في أي دولة ديمقراطية بالحقيقة كانت هاي المشكلة عويصة بالنسبة للحكومة السويدية لأنه السويد دولة قانون ودولة ديمقراطية والحكومة ما بتقدر تسلم الناس على كيفة حتى لو كانت بترغب بهذا الشي بس بالنهاية قدرت الحكومة السويدية تلائحة الوسط واسمت البيضر بالنص متل ما بيقولوا وقالت لتركيا نحنا رح نعمل قانون إرهاب جديد يكون أقسى شوي ويمنع الناس الموجودين بالسويد من أنهم يعملوا أي شي بيأثر على الأمن القومي التركي وبهيك شافته الحكومة أنه ما بتخرق القوانين السويدية والتزامات السويد بحقوق الإنسان وبنفس الوقت بتعالج مخاوف الأتراك من أي شخص موجود جوالسويد بيستغل الوضع وبيدعم الإرهاب طب خلص الموضوع هون؟ كمان لا بس هالمرة بلش يأخذ اتجاهات فينا نقول عنها إنها غريبة واحدة من هاي الأسباب اللي اتناقلتها وسائل الإعلام التركية والسياسيين الأتراك لعدم سماح السويد بالدخول للناتو هي إنه السويد عم تحرق المصحف بالحقيقة ما رح ندخل كتير بهالقصة لأنه أكتر عملت فيديو كامل عن هالقضية واللي فيكن تشوفوه على موقعنا أو واحدة من المنصات الثانية بس اللي فينا نقوله هون إنه السلطات السويديا انتقدت حرق القرآن واعتبرته عمل سيء والشرطة منعت القيام فيه بالوقت الحالي ولكن حتى بالفترة اللي كانت هاي الممارسات السيئة عم بتصير اللي كان عم يعملها متطرفين يمينيين عم يستفيدوا من حق حرية التعبير وهن نفسهم بالوقت الحالي مش تكيين بالقضاء على الشرطة وبقية السلطات الأخرى بحجة حرمانهم من التعبير عن الرأي بس السلطات وكتير من السياسيين بالسويد مستغربين وشايفين إنه القضية مو مرتبطة بالعلاقات الخارجية للسويد وحتى السابو حذر من استغلال المشكلة خارجيا للإضرار بمصالح السويد ردود فعل السلطات والسياسيين بالسويد على تدخل تركيا أو أي دولة خارجية بقضية داخلية بتعبر عن مدى الانزعاج والاستفزاز لأنهم بيشوفوا القضية مسألة داخلية سويدية إلى علاقة بحدود حرية التعبير والديمقراطية واللي بتنحل بالوسائل القانونية وعن طريق المؤسسات الشرعية وبتعبر عن هالاتجاه كلمة الإعلامي السويدي الشهير فيكتور مالم يلي قال الانضمام للناتو منيح من أجل تعزيز أمن للسويد ولكن مو على حساب حرية التعبير لازم حرية التعبير تبقى فوق كل شي حتى نقدر نعبر عن اختلافاتنا ضل عنا شغلة واحدة نحكي فيها واللي هي الأموال الأوروبية لتركيا بعام 2016 صار في صفقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أهم بنت فيها أن الأوروبيين بيعطوا تركيا مصاري على شكل مساعدة للاجئين عندها وبالمقابل تركيا بتمنع العبور غير الشرعي من أراضيها لأوروبا تماما وفعلا أول دفعة من المصاري المتفقة عليه كانت 3 مليار يورو تم صرفها حتى منتصف 2021 والدفعة الثانية كمان 3 مليار رح يستمروا بصرفها لمنتصف 2025 طب هذا شو دخلوا بمنع السويد من دخول الناتو؟ بالحقيقة بعض المحللين عم بيقولوا بما أنه السويد هي رئيسة الاتحاد الأوروبي الحالية وبما أنه السويد هي بالأساس دولة رئيسية بالاقتصاد الأوروبي فسياسيين الأتراك عم يحاولوا يخلوا بإيديهم أوراق ضغط قوية من شان الاتحاد الأوروبي إما يزيد الدفعات أو يمدد مدفوعاتها بالحقيقة ورغم أنه هذا مجرد رأي تحليلي ففي كتير باحثين متوافقين عليه والبعض بيروح أبعد منه حتى مثلاً طبعاً للمحلل خليل كارافيلي من مركز السياسات الأمنية والتنموية تركيا مو بس بدها تبتزل للسويد وأوروبا لأو كمان بدها تبتزل الولايات المتحدة نفسها مشان قضايا كتير عالق بين ناتو أو جيمس سيبنز من الفورين بوليسي يلي بيقول تركيا رح تظل تعلي ثمن مبارك تدخول للسويد للناتو لحد ما يعصره للآخر طبعاً لوقت عمل هذا الفيديو المفاوضات بين السويد وتركيا ما وصلت لنهاية لدرجة أنه رئيس وزراء السويد عبر عن انزعاجه من كتر المطالب التركية وقال تركيا بتطلب أشياء نحن ما عنا لا القدرة ولا الرغبة بأنه نلبية بس رجع كريستيسم بنفس الحديث بشهر مارش الماضي وقال وهو متأمل رغم كل شي نحن واثقين بأنه تركيا رح تاخذ القرار المناسب بس ما منقدر نقول إيمتا رح يصير هذا الشي هلأ ما ضل ولا تفصيلة مهمة بهذا الموضوع إلا وحكينا لكم ياها بهذا الفيديو لأنه أكتر بهم ما تظلوا متطلعين على كل صغيرة وكبيرة بالسويد ومن مصادر موثوقة ولحتى تشوفوا فيديوهات ومعلومات أكتر فيكنوا تزوروا موقعنا اكتر.se وهلأ بقلكن مع السلامة ترجمة نانسي قنقر